قصتنا اليوم محمود الجندي عبلة كامل محمود الجندي اتكلم عن زواجه وانفصاله عن عبلة كامل وقال لما شفت عبلة حبتها كإنسانة محترمة جدا ودودة وقربت منها والقرب ده حسسني انها شبهنا من الفلاحين وبعد وفاة زوجتي لقيت اني محتاج حدي شوف حياتي فتفكيري ذهب لعبلة كامل ويقول عرضت عليها الزواج وما طلبتش أي شروط غير مراعاة ربنا فيها وفي لحظة ضعف منه استسلم لدمعة حنين وقال كانت نعمة الزوجة وأي منها سواء كانت حلوة أوي مع بعض ولكن ظروف شغلنا في مهنة واحدة كانت أقوى مننا خصوصا كان نجمها بي على أكثر مني أو بتطلب أكثر مني آه ده كان بيأثر فيها وما كنتش بحب أبقى عبقى عليها ويرجع الفنان محمود الجندي وأقل كانت بتجيلي أدوار كثيرة مستحقاش بس كانت بتبقى مجملة لها لإني زوجها وده أثر على نفسيتي وبقت عصبي إلى أن طلبت مني الطلاق واتكلمنا وحاولت أكمل معاها وكنت بحسة أني ما ينفعش أعيش من غيرها أبدا ولكن هي أصرت رحت طلقتها بكل هدوء وإلى الآن لسه بحبها وهفضل أحبها لأنها فعلا إنسانة ترجمة نانسي قنقر